بالفعل مجلس الحرب بدأ الاجتماع وذلك لدراسة وتقييم أولا الضربة التي طلقتها إسرائيل استضاح من قائد دفاع الجوي وطبعا قائد هيئة أركان الجيش الإسرائيلي كيف كانت تلك الضربة الخسائر النتائج الخطوة التالية في هذا الاجتماع سوف يبحث كيفية الرد وإذا ما كان سوف يكون الرد وأين سوف يكون الرد والأهم من ذلك كيف سوف يتم تنصيق ذلك مع الولايات المتحدة تحديدا وأن أمس كان هناك اتصالان مهمان يجمع وزيري الدفاع وأيضا رئيس الوزراء إسرائيلي مع بايدن وهذا كان في إشارة إلى محاولة لتنصيق المواقف العسكرية والسياسية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل وطبعا إسرائيل اليوم كانت تتلقى المزيد من الاتصالات تحديدا من الجانب الأوروبي وذلك بالتنديد بالعملية العسكرية التي قامت بها إيران ولكن قبل قليل كان هناك خبر يجب إفاده بأن الجيش الإسرائيلي أعلم بأنه سوف يتم تجنيد لوائي احتياط جديدين وذلك لزيادة الأنشطة العسكرية في غزة وعمليا هذه اللوائين سوف يعملان على الأرض وكما قال البيان العسكري الإسرائيلي فإن ذلك جاء لتعزيز القوات العسكرية الموجودة في منطقة قطاع غزة نعلم بأنه في السابق كان هناك تسليح لعدد كبير من قوات الاحتياط ولكن ها هي القوات العسكرية الإسرائيلية تعود إلى فكرة الاحتياط بخصوص التطورات على المستوى العملية التي قامت بها إيران لغاية الآن لا يوجد هناك لا تسريبات ولا تصريحات واضحة كيف سوف يكون هناك حتى بني جانس عندما تحدث قال المكان والزمان المناسبين لغاية الآن غير مفهوم كيف سوف يتوجه الرد الإسرائيلي هل سوف يكون هناك رد داخل إيران باستخدام الطائرة الحربية الإسرائيلية جهارا نهارا هل سوف يكون هناك رد بمزيد من الاختيالات للإيرانيين في لبنان وفي سوريا هل سوف تكتفي إسرائيل بما جرى وتقبل بجلسة الأمن طبعا اجتماع مجلس الأمن سوف يبدأ في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة بعد حوالي ثلاث ساعات من الآن ولربما إسرائيل تريد أن يكون هناك قرار للتنديد بإيران خصوصا وبأن هناك ثلاث أعضاء دائمين عضوية داخل مجلس الأمن الذين يؤيدون في هذا القرار بريطانيا فرنسا والولايات المتحدة ولكن أيضا علينا أن نعلم بأن هناك اتصالات هاتفية جمعة وزيري الخارجية الإيراني والروسي وذلك لإطلاع كل طرف على كيفية تقدم قدما تحديدا على المستوى الدبلوماسي ويبدو بأن روسيا يمكن لها أن يكون لها كلمة خلال هذه اجتماع مجلس الأمن وبالتالي تقوم بصد المحاولات الإسرائيلية لاستصدار قرار إسرائيل تريد ذلك لأنها تريد أن تسجل نقاط تحديدا بعد كل القرارات التي تدين إسرائيل في مجلس الأمن في المحكمة الدولية في محكمة الجناية الدولية في كل المحافل الدولية مجلس حقوق الإنسان إلى آخره كلها كانت تدين إسرائيل خلال الستة أشهر هذه إسرائيل للمرة الأولى تحاول أن تناور في هذه المسألة لعلها تأتي بهذه المسألة والآن هناك المصادر الإسرائيلية من الدبلوماسية الإسرائيلية التي تتحدى في أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تقوم بجملة كبيرة من الاتصالات حول العالم حول عدد كبير من الدول التي كان موقفها محايد خلال الفترة الماضية تحاول استمارتها في الدول تقول أن إسرائيل تعرضت إلى ضربة إسرائيل في حالة دفاعية إسرائيل تريد أن يكون هناك رص للصفوف ضد الخطر الإيراني ضد الوحش الإيراني لكن عسكريا ما الذي حدف؟ الذي حدف هو بأن كان هناك تلك الصواريخ الباليستية أرض أرض والمجنحة والمصيرات التي رأيناها ليلة أمس التي ضربت في شكل أساسي مدينة القدس لإصال رسالة سياسية ومنطقة النقد حيث القاعدة العسكرية الجوية وما هدمونا حيث المفاعل النووي الإسرائيلي هذه الرسالة التي أرادت إيران إرسالها بأنها طالما ضربت بهذا الشكل المباشر هي ردت بشكل مباشر والآن على الآخرين أن يحاولوا أن يصدوا الإيرانيين ويصدوا الإسرائيليين من الانزلاق في حرب مفتوحة لغاية الآن الأمور ما تزال مستقرة لا يمكن القول بأن المنطقة الآن دخلت في حرب إقليمية لا يمكن القول بأن الآن هناك تهديد للقاعد العسكرية الأمريكية رغم أن الولايات المتحدة ساعدت الإسرائيليين بشكل واضح ومباشر وعلني في إسقاط هذه الصواريخ والمصيرات وكان أيضا هناك المساعدة التي رأيناها من قبل الفرنسيين والبريطانيين الذين شاركوا بهذه العملة بهذه الحملة لإسقاط كل هذه المصيرات الذي قال الجانب الأمريكي البريطاني والفرنسي بأن هذا الجهد المشترك كان على المستوى الاستخباراتي ولكن أيضا على مستوى الدفاعات الجوية المتطورة ونفكر أيضا بأنه كان أيضا هناك تواصل بين وزير الجيش الإسرائيلي مع قائد القوات العسكرية المركزية في الجيش الأمريكي وذلك لتنصيق المواقف بعد الزيارة التي كان في إسرائيل الأسبوع الماضي أحمد كيف تبدو الحالة الداخلية في إسرائيل سواء فيما يتعلق بالاستنفار الأمني أو فيما يتعلق بجبهة المعارضة التي سبقت العملية الإيرانية أمس وإلى أي مدى توحدت الصفوف على خلفية هذه العملية وفاز بن يمين نتنياهو كما يرى البغض بلا شك أن أي شيء يحدث على المستوى العسكري هذا يدفع كل المتفاهرين إلى الرجوع خطوات إلى الوراء وليس خطوة بل خطوات وهذا الذي رأيناه في الربيع الماضي مظاهرات عارمة مطالبة بخلع نتنياهو مطالبة بإسقاط الحكومة انتخابات مبكرة جاءة الحرب كل شيء توقف بعد أن استمرت الحرب لعدة أشهر عادت هذه المظاهرات وعمما وصلت في بعض الأحيان إلى 100 ألف متفاهر ليس بالعدد الضخم الذي يمكن لها أن يسقط الحكومة ولكن على الأقل كان ذلك يشكل ضغطا تحديدا مع التصريحات التي كانت تأتي من واشنغتن التي عمليا لم تكن في صالح بن يمين نتنياهو بقدر ما كانت في صالح لابيد الذي تم استقباله وبني جانس قبله هذه المظاهرات بلا شك تعرضت إلى نكسة لأن عمليا المجتمع الإسرائيلي الآن يراقب على شاشات التلفاز ما الذي يحدث كيف يمكن مواجهة إيران هناك خطر صغير كان اسمه حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله الآن هناك هذا الخطر الكبير الذي يسمه إيران الذي يدير تدمير إسرائيل رمي اليهود في البحر وكل تلك المصطلحات التي تم تداولها في الإعلام الإسرائيلي وبالتالي المعارضة الإسرائيلية منذ أكثر من 24 ساعة لم نسمع منها شيئا باستفناء طبعا رص الصفوف توحيد الصفوف وما إلى ذلك المعارضة الإسرائيلية في هذه الأوقات تحاول أن تخفض من صوت المعارضة وتزيد من صوت الوحدة ولكن ربما لو مضت هذه الأزمة بعد عدة أيام عدة أسابيع سوف تعود هذه المظاهرات إلى الشارع ما الذي يحدث الآن وما علاقة كل ذلك بما يجري في غزة الذي يجري في غزة الآن وهذا الأمر لا يجب أن ننساه بأن الآن هناك إعادة ترتيب للأوضاع الأمنية والعسكرية في قطاع غزة أولا هناك إدخال القوات العسكرية الإسرائيلية بشكل محدود كما تحدثنا عن اللواءين هناك إدخال المواد الإنسانية في منطقة الشمال هناك فتح المعابر الموجودة في الشمال وبالتالي الجانب الإسرائيلي لا يريد صفقة لا ينضي في إنتجاه صفقة وهو يريد أن تكون الحياة في قطاع غزة تماما كما هي الحياة في الضفة الغربية يدخل يعتقل يفجر يستخدم المصيرات الطائرات الحربية المدفعية ثم ينسحب وهذا الذي رأيناه في انصرات رأيناه في دير البلح وهذا عمليا يعني عملية الاعتياد على المشت في قطاع غزة وهذه هي الخطورة أن يهتم العالم كله الآن بهذه العملية العسكرية والمصيرات والصوريخ البلسطيني لأن صوتها أعلى وكمية المتفجرات أكبر وبالتالي كلما كبرت المعارك كلما أصبحت هي الأولوية وبالتالي الآن غزة أصبحت هي ليست الأولوية مقارنة بهذه الأزمة الدولية وفي كل الأحوال الجانب الإسرائيلي توقف عن حديث عن الصفقة من بعدة أيام شكرا جزيلا لك أحمد البوديري مرسل غد كنت معنا من القدس المحتلة سنعود التواصل مع كل ما جد لديك ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة